حاجة بقى صغيرة بقى مش عاوز اخفيلها علشان الوقت بتاعنا الرجالة الرجالة بقى والمنطقة اللي انا قلت عليها في الاول ان الثادي عند في بعض الرجال بيبقى حجمه كبير جدا بتلاقيهش اصلا مش قادر زي ما انا قلت ان هو يتعامل طبيعي ما بيقدرش اصلا يقلع حدومه عند اقرب الناس ليه ممكن زوجته مش عارف ينزل البحر زي ما انا قلت كل الكلام ده لقي حجم ثادي كبير عند رجال باختلاف اشكاله وليه درجات كتير قوي فكرة ان احنا حاجة زي دي تبقى عند رجل ممكن يبقى لها اسباب عدة في اسباب اهمها وعلى رأسها مفيش سبب اسمها primary cause او السبب نفسه غير معلوم هو كده طبيعة الجسم كده هنا بنلاقي اللي هي التعبير اللي انا قلت عليه اسمه الجاينيكو مستيا او انها حاجة اسمها تفدي الرجال او الذكور قصة ان احنا نصغره بقى ليه علاقة بطرق كتير قوي من اشهر المواضيع دلوقتي اللي بتستخدم للرجال لتصغير المنطقة دي هو اللي اتكلمت عنه في حلقات قبل كده اللي هو نحت الدهون او الفيزر قصة ان احنا نعمل نحت للدهون وكمان بيعمل تفتيت للغدة الزيادة وبتعمل فيه تحفيز للجلد بيحل مشاكل كبيرة قوي عند الرجال درجة كبيرة عند الرجال ونسبة كبيرة منهم للي عندهم كبر في المنطقة دي بيتحل عن طريق تدخل نحت الدهون بالفيزر زي ما انا قلت بس فيه درجات للأسف بتكون اكبر بين كده بنلاقي رجال زي ما انا قلت ومش ببالغ ان تلاقي حجم الصدر عنده او السادي كبير لدرجة انه واصل لنص البطن هنا بقى هيتعامل لي ايه لا هنا بقى تدخلات برضو جراحية زي ما انا قلت قصة تدخلات بقى جراحية في الرجال لتصغير حجم الغدة الكبير قوي والدهون والجلد الكبير فبالتالي بنقدر نشيل كل الكلام ده من خلال تدخلات الجراحية بس بقى فيه اختلاف بين السيدات والرجال في الحتة دي يعني ممكن نلاقي الستات احنا لما بيتعمل لهم تصغير او شد الموضوع بيتعمل عشان تعمل شكل تاني دائري بشكل معاين للثادي لكن في الرجال انت عشان تخلي مطاقة مسطحة هنا بقى بيختلف تدخل الجراحي شوية من الرجال للسيدات لكن بشكل عام في الرجال برضو بيتعمل تدخل الجراحي ده للدرجات الكبيرة عشان نوصل للشكل السدر المسطح للرجال ده عشان مبقاش فيه مشاكل بينهم من بعض